قال البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي بحثا خلال اتصال هاتفي ضرورة حماية أرواح المدنيين وعدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو أي دولة أخرى والتزامهما بتسريع وزيادة تدفق المساعدات إلى غزة ابتداء من اليوم وبشكل مستمر البيت الأبيض قال أن بايدن أطلع السيسي على جهود واشنطن لضمان عدم اتساع رقعة الصراع في غزة إقليميا كما تعهدت طرفان بالعمل لتهية الظروف لتحقيق سلام دائما في الشرق الأوسط بما يشمل إقامة دولة فلسطينية